الخطاب الشعبوي موجود في تونس وقاعد يتساعد وقاعد يلقى في صداكي ما تحكي أنت أنا في عمليات سبر الأرار قيس السعيد قاعد يميزان محافظ تقريبا على رصيده رغم أنه التيار الشعبوي في العالم قاعد يتراجع بشكل كبير نقاو ترامب خرج ماكرون قاعد يخسر في الانتخابات التيار الشعبوي قاعد يتراجع هذا الفرق تحديد من بين ديمقراطية ديمقراطيات العريقة وديمقراطية ما زالت تبحث على استكمال بناء معموديتها حتى معموديتها الهيكلية ما نحكيش على فهمتني على الباقي وهذا ليش يرجع لي ضعف الضعف أهي ضعف أولاً آه كما قلت يعني وقتاش تنجم تحرك الغرائز شنية هي الشعبوية في اللخر بالكل من فهمت الشعبوية هي قدرة متجددة على أنك تحرك غرائز العامة غرائز الناس تتلعب على جوحهم تتلعب على حاجتهم تتلعب على هوجسهم تتلعب على أحلامهم إلى آخرهم بمعنى قدرتك المستمرة على أنك تغيب العقل منطق ما يجب أن يكون ومنطق كالممكن السياسي متها متها السوي أو الديمقراطية خلينا نقوله كنظام كعقلاني وين يحطك؟ يحطك في باب الممكن في باب المدينة الصالحة مش في باب مش في وفق المدينة الفاضلة مش في الشعبوي مباشرة يرمي أمامك عنوين مدينة الفاضلة اللي يملك تصوره ويملك قدرته على تنفيذها فقلت إذن في حالة بلاد في حالة إفلاس ضعوا معنتها تاقة شرائية أمتع الناس معنتها مالهلة يعني لالا محمد رسول الله غياب الأمن معنتها الأمراض اللي نشوفوا فيها معنتها الكلها ساهل برشا باش يجي واحد معنتها كي معابير كيموسى وإلا غيره منها الشعبوين ويهز الرأي العام ويهز الجمهور نحو يعني أفق كي ما قلت يعني التهارج أو أفق يعني لا محمد رسول الله معنتها معنتها الالتفاف على المشكل ومش كي حلو نعم سامحني فقط ماتها فكرة ماتها أخيرة معنتها المطلوب الآن وهنا المطلوب الآن وهنا وأنه نعاود من جديد أن نفكر في تغيير قوانين اللعب طعم؟ لأن قوانين اللعب اللي لعبنا به إلى حد الآن يعني وصلتنا لحالة العبث العام اللي عايشينها اليوم وتوشكوا أن ترمي بناء في قصوة قوانين اللعبة تقصد القانون الانتخابي نعم قوانين الانتخابي وندم سياسي نعم حديدا واضح